يا هلا يا رب تكونوا بخير النهاردة مع بعض بإذن الله نعمل بطرون مع بعض بطرون سجادة جديدة برضو بنفس الخيط الخلاص كنلكم حفظتو خيط المكرمية السميك اتكلمت قبل كده عنه كتير خيط المكرمية السميك وقت ايه هو جميل جدا في السجاد المسطح اللي هو مفوش غرز مركبة زي العمود الامامي العمود الخلفي وغرز البافور بوبكورن وكل الغرز اللي بيبقى لها فوليوم لبرة كده هو جميل قوي لو انتم هتكتفوا بغرزة الحشو المنزلقة والعمود والحاجات دي بس لانه بينجز معاكو جدا وبتديكو سجادة حجمها كويس وزنها كويس وبسرعة جدا بتخلصوا السجادة وكمان بتكون خفيفة وفهلة تتغسل في الغسالة طريقة بيع الخيط ده هو بنفس طريقة بيع الخيط المكرمية العادي بيباع فيه شلات بالطريقة دي انا بفك الشلات دي بحاولهم لكور وبستخدمهم على طول طريقة بقى انتم تربطوا الخيوط ببعض انا بمسك الطرف عادة الطرف الطروف بتاعتها كلها بتبقى كده بقصها ودايركت بقص الطرف بتاع الشلات التاني ودايركت باولع النار والزق الاثنين في بعض وبستخدمهم عادي جدا بحاول الجزء اللي هو المنزوق ده او الجزء اللي هو المحروق ده بيكون ناشف شوية فبحاول دايما يكون في ظهر الشغل ما طلعهش وبينه خالص على وش الشغل لانه برضو يبقى من المسوحش جدا بوقت ما حد يمشي عليه فدايما بخليه في ظهر الشغل انا هستخدم مع الخيط ده ابرا مقاس 12 والسجادة بتاعتنا النهاردة هتكون بشكل بيضاوي اول كده انا هشرح الشكل البيضاوي على خيط وابرا عاديين خالص عشان بس اشتغل معاكو اسرع عشان وقت الفيديو يكون اقل فانا هشرح لكم الطريقة على الخيط العادي خالص وبنفس الطريقة دي انتوا هتعملوا الشكل البيضاوي بالمقاس اللي انتوا عايزينه في السجادة بتاعتكم وبعد كده هنعمل مع بعض الفريم بتاع السجادة او الاطار اللي حوالين الشكل البيضاوي بتاعنا وده هيكون ان شاء الله السجادة بتاعتنا هي بترونها سهل جدا تمام؟ هي فكرة بس في الشغل الاتخين ده انه ممكن يكون متعب بس في وقت الشغل انه هو يعني سميك وممكن يوجع ايديكو فما تشتغلوش بوقت طويل جدا بيه حاولوا انه كنتوا تريحوا ايديكو في كل كل مسلا شلتين تلايتة رياحوا ايديكو طيب تعالوا نشوف هنبتدي نعمل الشكل البيضاوي ازاي الشكل البيضاوي ده هيفدنا كمان لو احنا عايزين نعمل قاعدة قاعدة مسلا شنطة قاعدة بوكس على الشكل بيضاوي فهو نفسه نفسه الاساس لازم اي حد بتعلمك روشي يبقى عارفه زي ما بدقى عارف ازاي يعمل الشكل المدور برضو لازم يبقى عارف ازاي يعمل الشكل البيضاوي تمام انا عملت اي عدد سلاسل كده مجرد احنا نشرح الطريقة بس تمام وبعد كده انا هتجاهل اول تلات سلاسل اللوب اللي على الابرة ده مش بيتعد انا بعيد من اللي بعد الابرة على طول ادي كده اول لوب اتنين تلاتة بعيد اول تلاتة وادخل في الرابعة بدخل في الرابعة بغرزة عمود بلفة بدخل بغرزة عمود بلفة في الغرزة الرابعة باخد خيط وباطلها واحد من اثنين واحد من اثنين ده كده اول عمود بلفة والتلات سلاسل دول اللي انا اصلا تجاهلتهم ودخلت في الرابعة بعتبرهم برضو عمود بلفة بأكده انا عندي عمودين بلفة هدخل تاني جوا نفس الفراغ وعمل عمود كمان ادي كده تلاتة واحدة كمان ادي كده اربعة واحدة كمان ادي كده خمسة واحدة كمان ادي كده ستة تمام بعدين فوق كل غرزة سلسلة من السلاسل دول هعمل عمود بلا فور واحد اثنين ثلاثة انا باخد فتلة واحدة بس من الغرزة ناقص لي اخر غرزة اخر غرزة هحط فيها ستة عمود بلافة زي ما عملت في اول الشغل فانا في اول غرزة خالص هعمل جواها ستة عمود بلافة ادي كده واحد اتنين بسم الله ثلاثة اربعة خمسة ستة وبعدين هبتدي اعكس بعدين هبتدي بقى اشتغل على نفس الغرزة اللي اشتغلت فيها بالنحية التاني هلف الخيط على الابرة اول غرزة هتقابلني هي الغرزة دي هاخد الفتلتين بتوعها مش الفتلة واحدة بس هاخد فتلتين بتوعها تاني غرزة اهي انا واخد معي خيط البداية عشان اخفيه بشتغل عليه بالمرة بخفيه يبقى انا كده دايما هيكون عندي ستة غرز اه في كل جنب وغرز ثابتة في النص الجزء اللي في النص ده هيبقى دايما ثابت طلعوا عشر غرز طلعوا عشر غرز طلعوا عشرين غرزة طلعوا ايا كان عدد الغرز دايما بيكون ثابت دي اخر غرزة خلاص من الجزء اللي في النص الجزء اللي انا كنت sappling ادعواق ا어서 a wijージaching اärenي ثابتي الواحد اتنين تلاتتة بدخل في الثلتة وقفلopf وده كده اول سطر من الشكل البيضة طيب تاني سطر انا سترفع بسلسلتين ممكن ترتفع بهرتبع تل اسلورات بس انا مش بحب ارتفع بسلسل تتبعه بس ابس انا وبعد كده باتجهلهم ونبعتبرهمش اي حال. فوق الست عمدان اللي انا عملتهم. بما في ذلك التلات ثلاثل دول. يعني دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هعمل فوق كل واحد اتنين. يبقى فوق اول حاجة اول عمود فيهم اللي هو التلات ثلاثل اصلا هعمل فيهم عمودين. وتاني واحد هعمل عمودين. وتالت واحد برضو هعمل عمودين. وكمل لغاية لما يكون عندي بدأ ما كانوا بدأ بستة يكون عندي اتناشر. فوق كل واحد. من الستة دول اتنين. كده الاتناشر غربة تمام. لذا كده اول عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فانا عملت ستة تزايد فوق كل ستة. وبالمنطلق ده انا هكمل ايا كان الحجم اللي انا عايزة اوصله من الشكل البيضاوي دايما دايما هيكون عندي في كل طرف من هنا او هنا ستة تزايدات مش اكتر. حتى لو وصلت العشر ادوار حداشر دور عشرين دور دايما دايما انا بتزايد في الطرف ده والطرف ده ستة مرات بس. تمام? بعد كده هلف حوالين دول كلهم. اللي هنا السبتين وعمل فوقهم غرزة عمود بلفة. بعد كده بدأنا الستة التانيين اللي في الطرف التاني. ده اول واحدة فيهم. بيكونوا كلهم خارجين من نفس الغرزة. دي اول واحدة. اللي عليها الدور. هبتدي فيها التزايد. واحد. اتنين. برضو نفس الكلام. تلاتة اربعة. وهكزا لغاية لما اخلص الستة تزايدات. يعني توتل يكون عندي اتناشر غرزة عمود بلفة. خلصت اتناشر غرزة عمود بلفة. اهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هكمل عمدان هنا. واتاخر غرزة هنا. ونقفل السطر. خلصنا كده هقفل السطر. السلسلتين اللي بدأ بهم السطر بتجهلهم. وده اول تزايد. بدخل في راس اول عمود من اول تزايد. واقفل. سطر بمنزلقة. من السطر الجايدة هحتاج لي شوية آآ علامات للغرز. حدد بيها بداية السطر اللي هو بداية الجزء المقوز ده. ونهاية الجزء المقوز ده. يعني بداية الاثناشر غرزة دول. ونهايتهم. وبداية الاثناشر غرزة دول. ونهايتهم. تمام? طيب. هي السطر ده بقى. انا بس ببتزايد بنفس طريقة التزايد في الدايرة العادية في الكراشين. في الدايرة العادية بس شغل ايا كان عدد البداية بتاعتي مثلا اتناشر غرزة. فوقيها بعمل تزايد في كل غرزة. بعدها تزايد في واحدة وواحدة لا نفس الكلام هعمله هنا هعتبره كأنها دايرة طيب يبقى أنا أعمل أول حاجة سلسلتين ده مجرد ارتفعه ما بحسبهش خالص من الغرز بتاعتي وفي نفس الغرزة ببتدي أعمل تزايد أدي كده واحد وأدي كده اتنين أدي كده أول تزايد عندي وأنا قلت دايما دايما في كل سطر أنا ما بتزايدش أكتر من ست مرات بس فبعلم التزايد ده بعلم أول غرزة خالص وكمل تزايدت في أول واحدة يبقى تاني واحدة من غير تزايد بعد كده تالت واحدة بتزايد في الرابعة من غير اللي بعدها تزايد واللي بعدها من غير بعدين تزايد وبعدين من غير تزايد من غير تزايد كملا ومن غير تعال بقى نشوف انا عملت كم تزايد ادي كده اول تزايد واحد من غير دكتاني تزايد من غير تالي تزايد من غير رابع تزايد من غير خمس تزايد من غير سادس تزايد وبعدين من غير اخر واحدة كده اللي هي فوق الغرزة رقم 12 من السطر اللي فات اللي كان فيه 12 غرزة اخر واحدة دي اللي من غير اي تزايد بعلمها ودايما العلامات دي بشيلها وارجع хочетها تعين يعني في السطر الجايvoll هكذا الغرزة الي حطوها فوق الغرزة دي هحط فيها العلامة الغرزة الي حطوها فوق الغرزة دي هحط فيها العلامة هعمل الجزء الثابت عملت الجزء الثابت وده أول واحد أول غرزة في التزايد اللي فات فالغرزة دي خلي بالكم هنعلمها وزي ما عملت هنا أول غرزة حطيت فيها تزايد يبقى هنا برضو اول غرزة هحط فيها تزايد. وبعلم اول عمود من التزايد. بعلامات الغرز. وكمل عملت في اول غرزة تزايد فتا. الثاني غرزة مفيش تزايد. بعدين تزايد. مفيش تزايد. بعدين تزايد. مفيش تزايد. بعدين مفيش تزايد. مفيش تزايد. مفيش تزايد. مفيش تزايد. مفيش تزايد. اتأكد ان انا عملة اثناشر. اه سري ستة تزايدات كده. ادي اول تزايد لا بدأت. بعدين مفيش. بعدين مفيش. ثالث تزايد مفيش. رابع تزايد مفيش. خمس تزايد مفيش. ناقص. تزايد كمان. ادي كده سادس. تزايد. واخر غرزة اللي اتعملت فوق الغرزة اللي اتناشر. هحط فيها علامة. وبكده العلامات دي مش هيتغير مكانها. هنفضل نكبر والعلامات دي تتنقل للسطور اللي بعدها. هنعمل الجزء ده ونقفل. هنقفل في راس الغرزة مش في السلسلتين. اللي هي مكان الستيتش ماركر دي. هنشلها. ونقفل هنا بمنزلقة. والسطر اللي بعده. السطر اللي بعده هنرتفع بسلسلتين وده اساسي. طيب. السطر اللي بعده بقى التزايد هيكون ازاي? التزايد هي مفروض هيكون. تزايد اتنين مفرد. تزايد. اتنين مفرد. تزايد. اتنين مفرد. وهكذا. بس لو انا مشيت بنفس الطريقة اللي هي ابتدي دايما بالتزايد في كل سطر. هلاقي بعد كده كل ما اكبر هلاقي اماكن التزايد سابتة. ستة اماكن تزايد. احنا اقيلين مش هنتزايد اكتر من ستة مرات بس بكل آآ نص دايد. فانا دايما هبقى اماكن التزايد سابتة. في اول. وفي اماكن محددة هنا. فمع الوقت هلاقي انه فيه ضلوع اتكونت. انا مش عايزة ضلوع دا تتكون. فانا دايما بعكس اماكن التزايد. بمعنى انا في السطر اللي تحت ده بدأت بالتزايد. يبقى في السطر ده. هبتدي بالغرز اللي ما بهاش تزايد الاول. المفردة. يعني اول غرزة اهيه هتخد فيها واعملها من غير تزايد. يعني واحدة بس. وارجع بتاعي. دي مش غرزة دي سلسلتين ما بعتبرهمش غرزة دي مجرد ارتفاع. طيب الغرزة اللي بعدها برضو مفرد. وبعدين ابتدي بقى ايه? اتزايد. ادي كده ده اول تزايد. بعدين اتنين مفرد. واحد. اتنين. بعدين تاني تزايد. ادي كده في نفس الغرزة. بعدين اتنين مفرد. واحد. اتنين. هنا بقى تالت تزايد. بعد كده اتنين مفرد. واحد. اتنين. بعد كده رابع. تزايد. بعد كده اتنين مفرد. واحد. اتنين. بعد كده هنا خامس. تزايد. بعد كده اتنين مفرد. بسم الله. واحد. اتنين. طب والسادة تزايد هو الغرزة دي. هشلها. وحط. التزايد. ادي كده واحد اتنين. واحط. ارجعها في الغرزة التانية من التزايد. مش في الاولى من التزايد. الاولى. برجعها في الاولى وانا بدء التزايد. لكن طالما بنتهي يبقى برجعها في التانية. اخر غرزة خالص. بعدين باكمل الجزء السابت لغاية التانية. جي دور الجزء النص دايرة الناحية التانية. زي ما عملت هنا في الاول بدأت بالغرز المفرد. مش التزايد. نفس الكلام هعمل هنا. هشيل وحط عمود واحد بس. انا بدأت بالاتنين المفرد. ورجع تاني لاستيتش ماركر. وارجع تاني اعمل واحدة تانية جنبها. وبعدين اعمل تزايد. واكمل. اتنين مفرد تزايد. اتنين مفرد تزايد. اتنين مفرد تزايد. اخر واحدة هنا. هيكون فيها اخر تزايد. اللي هو التزايد السادس والاخير. وبعدين هنعمل الجزء السابق ده هنقفل بماركر او بنستقل بسرق منزلقة ونرجع تاني نبتدي نشتغل نشيل الماركر بنشتدي نشتغل السطر اللي بعده. بقى اشرح لكم هنعمل ايه? على السجادة على طول. السجادة دي بدايتها. هنا. هنا دول اول ستة عمدان في اخر غرزة انا عاملها. انا مختار عدد غرز براحتكم بقى حسب حجم السجادة اللي انتوا حبينها. تمام? انا هنا عملت اخر ستة غرز من ناحية. وبعدين نزلت بالناحية الثبتة. تمام? ادي كده اخر. ادي اه سوري الستة غرز. بعدين السطر ده سطر التزايد العادي. فوق الستة عملت اتناشر. بعدين السطر ده سطر ده عملت التزايد في الاول. بعدين واحد. تزايد. واحد تزايد. واحد تزايد. واحد لغتها مخلصة. اللي بعده بدأت او عكست بداية التزايد. عملت واحد واحد تزايد. واحد واحد تزايد. وهكذا. اللي بعده رجعت تاني. بدأت بالتزايد. بعدين واحد 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 تزايد. واحد 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 تزايد. وهكذا. اللي بعده رجعت تاني للمفرد. عملت اربعة مفرد رجعت تاني للمفرد عملت أربعة غرز مفرد الأول بعدين تزايد مفرد 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 تزايد وهكذا نرجع تاني للخمسة بدأت بالتزايد عملت خمسة مفرد ورجعت تاني عملت تزايد بعد كده الستة وهكذا كملت الغايت لما أنا دلوقتي في السطر الأخير أنا مستخدمة البنسة لأنها الماركر في السطر الأخير ده أنا هنا بتزايد كل تسعة حل كل تسعة غرزة عمول بعمل فيها تزايد وكان وقتها الترتيب أن أنا أبتدي بالتزايد وبعد كده تسعة مفرد وهكذا وبصيتوا على حدود السجادة بتاعتي هتلاقوا الكلام اللي أنا قلته أنا مش عايزة أماكن التزايد تبقى كأنها خطوط وهنا تبقى كأنها زوايا مثلا لا أنا مكملة عادي خالص أنا عملت كم سطر بقى في السجادة بتاعتي عملت السطر الأول اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وفي السطر الحداشر ده كنت بتزايد كل تسعة كل تسعة غرز بصينا تزايد تعالوا نعد المفرد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ودي التزايد التاني اللي عليه الدور تمام؟ أنا بقول لكم المقاس اللي أنا عملته اعملوا المقاس اللي يناسب بتكون إذا عايزونها السجادة شوية تكون طويلة ابتدوا بسلاسل كتير إذا عايزينها تكون مش طويلة بس عارضة ابتدوا بسلاسل أقل وسطور أكتر حل؟ حل آآ خلاصا عملت حداشر سطر هعمل سطرين كده آآ مختلفين مفهومش طريقة التزايد دي تعالوا نعملهم مع بعض على الخيط بقى اللي إحنا هنكمل عليه نيجي بقى على السطر الاتناشر أنا زي ما قلت لكم عملت حداشر سطر آآ من الشكل اللي هو البيضاوي اللي إحنا لسه شرحين طريقته خلاص ووصلت آخر سطر خالص من التزايد فيه كنت بتزايد كل تسع غرز وكان الدور على أن أنا بتزايد في الأول تسع غرز وبعدين أتزايد تاني أعمل ما أسئل نسيكم يلا بينا على آخر سطرين قبل ما نبتدي نعمل الإطار بتاع الشكل أو إطار بتاع السجادة بتاعتي أنا دي الستش ماركر اللي قدرت أن أنا أدخلها في خيوط التخينة دي قوي آآ ما علينا أنا كنت أفلى بمنزلقة في أول غرزة من التزايد هبتدي أرتفع بسلسلتين وزي ما قلت قبل كده عن نموذة الصغير ما بعتبرش السلسلتين دول أي حاجة سوى أن هما مجرد ارتفع وفي نفس المكان هبتدي أعمل عمود واحد بس وبعدين هعمل سلسلة هتجاهل الغرزة اللي عليها الدور واعمل عمود في اللي بعده وسلسلة وتجاهل الغرزة اللي عليها الدور واعمل عمود في اللي بعده وسلسلة وتجاهل الغرزة اللي عليها الدور واعمل عمود في اللي بعده وسلسلة تجاهل الغرزة اللي عليها الدور واعمل عمود في اللي بعده دي اول غرزة عملناها هركع الستيتش ماركر وده النظام بتاع السطر كله مفيش اي حاجة تفرق الجنب عن الجزئين المقوسين من فوقه تحت كل السطر هنمشي بالطريقة دي مفيش اي حاجة تفرق خالص هو ده البترون بتاع السطر بنيجي باع السطر اللي بعده السطر اللي عليه الدور انا هبتدي اشيل الماركر ده وهبتدي اقفل فوق اول غرزة عمود بلفان عملتها بغرزة منزلقة هرتفع بسلسلتين ودول مجرد ارتفاع والتكرار بتاع السطر ده ان انا هبتدي اعمل غرزة عمود فوق كل غرزة عمود هتقابلين تمام وكمان هعمل غرزة عمود فوق السلسلة اللي هي الفراغ تمام بس انا في السلسلة ممكن ادخل كده واعمل غرزة العمود لو انا حبه او ممكن ادخل في استلسلة ذات نفسها اخد منها اه خلينا ناخد فتلتين اخد منها فتلتين بالطريقة تمام يا ادخل جوه الفراغ يا اخد فتلتين اختاروا اللي انتو حابين اهم حاجة انا بدخل فوق كل عمود عمود وفوق كل سلسلة عمود تاني وبكمل السطر كل انتو السطر ده اللي هو السطر اللي فيه عمود سلسلة عمود سلسلة زي ما انتو شايفين السطر بيقف كده على جنب مش بينام زي بقيت السجادة لكن لما تخلصوا السطر ده هتلاقوه فرد ورجع تاني مفروض عادي خالص مش مقوص بالشكل ده ده بقى خلصت السطر خلاص وقفلت منظلقة قفلت السطر خلاص بمنظلقة وهبتدي ارتفع اللي هي السطر اللي بعده هرتفع بيه سلسلتين ودول هتبرهم مجرد ارتفاع وفي نفس المكان ده هعمل ثلاثة غرز عمود بلفه في نفس المكان هعمل واحد اثنين ثلاثة ودول مجرد ارتفع مش بحسبهم بعدين هعمل سلسلة وهبتدي اتجاهل من تحت غرزتين هتجاهل الغرزة دي اللي عليها الدور واتجاهل الغرزة دي كمان اللي بعدها وادخل في رقم ثلاثة هنا وعمل كمان ثلاثة غرز عمود بلفه في نفس المكان واحد اثنين وادي رقم ثلاثة وارجع تاني اتجاهل الغرزة اللي عليها الدور واللي بعدها وادخل في اللي بعدهم اعمل ثلاثة غرز عمود بلفه واحد اثنين ثلاثة وبعدين هعمل سلسلة في حاجة مهمة جدا في السطر ده لازم عدد الغرز دي اللي هي كل ثلاث غرز اللي طالعين من نفس الغرزة عددهم لازم يكون بيقبل اسمه على ثلاثة بعد ما تخلصوا السطر كله لازم تتأكدوا ان عددهم بيقبل الاسمه على ثلاثة وعشان تحسبوا هتلعلكو كم غرزة من غرز الجراني دول هتعدوا قبل ما تبتدوا السطر ده هتعدوا عدد غرز العمود اللي طالعلكو من السطر ده وتتأكدوا ان الغرز دي بتقبل الاسمه على ثلاثة وانه الناتج بتاعها كمان لازم يكون بيقبل الاسمه على ثلاثة وبناء عليها تعرفوا كم غرزة محتاجين تتخلصوا منهم الاول قبل ما تبتدوا السطر ده انا بقى لما جيت احسب لقيت ان انا عندي هنا مية واثنين غرزة الغرز العمود اللي في السطر ده مية واثنين غرزة وطبعا الرقم ده ما يقبلش اسم على 3 فانا قلت ان انا هتجاهل غرزة منهم من 102 ونخليهم 101 فانا كدا تجاهلت غرزة فكيبقى 101 101 بيبل اسم على 3 وبيديني 67 يعني انا لو انا اشتغلت السطر ده كله هيديني 67 واحدة من الغرز ده 67 غرزة جراني طب 67 دي هل هبهي بتقبل الاسم على 3 ما بتقبلش الاسم على 3 يبقى السبعة والستين دي انا عايزاهم يبقوا ستة وستين عشان يقبلوا الاسم على تلاتة. يبقى معناها ان انا عايز اتخلص من واحدة كاملة. الواحدة فيهم بتلات غرز. اللي الغرز انا شغالها فيها والاتنين اتجاهل. يبقى انا كنت متجاهلة واحدة وتجاهل كمان تلاتة. يبقى انا المفروض انا اتجاهل اربعة. وده فعلا اللي انا هعمله اه في السطر اللي انا هشتغله ده. السطر اللي هشتغله ده. هحاول ان انا اربع مرات. بس طبعا هوزعهم في السجادة كلها اربع مرات بدلا ما اتجاهل اتنين اتجاهلهم تلاتة. ده ينفع تعمله طبعا على سجادة مدورة. يعني تقدروا ان انتوا تعملوا نفس البترون ده. اللي هو بترون الايطار. ده اللي على السجادة على سجادة مدورة. وبرضو لما تيجوا توصلوا للسطر ده. آآ بتعدوا عدد الغرز. وبتحاولوا ان انتوا تخلوها توصل لعدد غرز. يوصل اسمه على تلاتة. ما يعني هي غالبا بتبقى زيدة واحد او زيدة اتنين للرقم اللي بيقبل اسمه على تلاتة. بتشيلوا العدد اللي هو الزيادة. وتقسموا على التلاتة. وتتأكدوا ان العدد اللي طالع من الاسمه كمان بيقسم على او بيقبل الاسمه على التلاتة. وبناء عليها تعرفوا كم عدد الغرز الزيادة عندكم اللي تقدروا ان انتوا تتجاهلوها في وسط الشغل. آآ وما تخلهمش كلهم ورا بعض. يعني انا عندي هنا في الباترون بتاعي او في الشغل بتاعي انا محتاجة اتجاهل اربع غرز عشان يدوني في الاخر ستة وستين واحدة من الغرز دي. فعشان اتجاهل الاربع غرز هقسمهم على جناب السجادة كلها. انا خلاص خلصت اخر واحدة وعملت بعدها السلسلة. وابتدي ادخل في منزلقة في اول غرزة عمود بالاثر. باختصار عدد الغرز دي غرز الجراني في السطر ده لازم تكون بتقبل اسمه على تلاتة. خلاص? انا آآ دلوقتي بقى عندي ستة وستين واحدة من غرز الجراني دول. تمام? يلقى بينا هنبتدي آآ تكرار السطر آآ اللي بعده. السطر اللي بعده انا هنقفل بمنزلقة. هرتفع بسلسلة. وده هيكون ارتفاع غرزة الحشو. في نفس المكان هعمل غرزة حشو واحدة. وفي نفس في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو. بعدين هتجاهل الغرزة دي. وهتجاهل كمان فراغ السلسلة. وهتجاهل اول غرزة من الثلاثة اللي بعدهم. وفي الغرزة اللي في النص هعمل فيها تمانية غرزة عمود بلفتين. غرزة العمود بلفتين. هتجاه لفيت لفتين على الابرة. وفي النص هعمل واحدة. هعمل واحدة كمان. هلف لفتين على الابرة. هدخل. اخد خيط واطلع. هاطلع من اتنين. هاطلع من اتنين. واطلع من اتنين. هده كده رقم اتنين. ثلاثة. 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 واخر غرزة اللي هي غرزة رقم. ثلاثة. يبقى انا مكان ما افلت. ارتفعت السلسلة. وفي نفس المكان عملت غرزة حشو. في الغرزة اللي بعدها عملت غرزة حشو وتجهلت آخر غرزة من أول ثلاثة تجهلت الفراغ نقلت على طول على الثلاثة التانين تجهلت أول واحدة وفي الثانية عملت تمانية غرزة عمود بلفتين هتجهل كمان الثلاثة من الثلاثة لفي النص هتجهل فراغ السلسلة هتجهل أول واحدة وعمل غرزة حشو في الثلاثة الأخيرة واحد اثنين ده هو التكرار وعشان كده قلت لازم عدد غرز الجراني يقبل اسمع تلاتة لأنه كل تلاتة هنعمل فيهم الشكل ده التكرار اللي بعده هكرره بسرعة هيكون في الثلاثة التانية وبرضو هيبقى بنفس الطريقة هبتدي أعمل غرزة سلسلة في الفراغ اللي ما بين التلاتة دول والتلاتة دول النقلة بعمل في الفراغ ما بينهم وبعدين هعمل في أول واحدة وداني واحدة وتجاهل الثالثة هتجاهل فراغ السلسلة هتجاهل أول واحدة من الثلاثة وابتدي أعمل تمانية غرزة عمود بلفتين في الغرزة اللي في النص عملت تمانية غرزة عمود بلفتين فوق العمود اللي في النص هتجاهل العمود التالت في الثلاثة اللي في النص وتجاهل فراغ السلسلة تجاهل العمود الأول وحط فيه العمود رقم اثنين وثلاثة غرز خشو طيب هنقل على الثلاثة اللي بعدهم قبل منقل هحط في الفراغ هنا غرزة حشو وأول واحدة هنا حشو وتاني واحدة هنا حشو وكمل نفس التكرار يبقى خلي بالكم ما بين الغرزة دي والغرزة دي ما بين التمانية والتمانية فيما بينهم خمسة غرزة حشو اثنين هنا اثنين هنا واحدة في النص وانقل بنفس الطريقة السطرة ده هيكمل لغاية لما نخلص كل الغرز اللي هي الجراني دي عشان كده زي ما قلتلكو احنا عايزينهم بيقبل اسمع الثلاثة لانه الجزء ده بتعمل مع كل ثلاثة غرز جراني عشان كده انا قلتلكم لازم تزبطوا الغرز كويس جدا السطرة ده ما يخلصش غير لما تتأكدوا من انه عدد غرز جراني بيقبل اسمع الثلاثة احنا خلصت خلاص وهقفل السطر عملت اخر تمانية غرز عمود بلفتين وطبعا هتجاهل اول واحدة طبعا هتجاهل الفراغ ده وهتجاهل اول واحدة من غرز العمود بلفتين وهدخل في تاني واحدة اعمل برزة حشو وتالت واحدة هعمل برزة حشو وفي فراغ السلسلة هعمل برزة حشو كده انا خلصت السطر هدخل في اول برزة حشو انا عملتها واعمل منظر هبتدي بقى السطر الجديد السطر الجديد مفوش اي حاجة. السطر الجديد كله عبارة عن غرز حشو. بعملها فوق اي غرزة هتقابلني. فانا انا عندي هنا تمانية غرزة عمود بلفتين. وعندي هنا خمس غرزة حشو. هعمل فوق التمانية عمود بلفتين. تمانية غرز حشو. وفوق الخمسة اللي هنا برضو خمسة غرز حشو. فانا هرتفع بسلسلة واعتبرها ارتفاع غرزة العمود. اه بسوري ارتفاع غرزة الحشو. نفس الفراغ. هعمل غرزة حشو. واحد. وادي كده اتنين. وارجع بقى فوق التمانية. هعمل تمانية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بعد كده. فوق التمانية هعمل تمانية. وفوق الخمسة هعمل خمسة. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وارجع بعد كده داني. فوق التمانية هعمل تمانية. وفوق الخمسة هعمل خمسة. هو ده السطر كله. اعملت اخر برزة حشو هنا وهبتدي ادخل في رأس اول غرزة حشو واقفل بمنزلقة وكده انا خلصت السطر السطر اللي بعده كله هبتدي اعمل على الاطراف دي كلها غرز منزلقة وفي الجزء ده اللي هو عند التمانية آآ غرز حشو هعمل غرز بيكو عمل خمس غرز بيكو تمام يبقى انا دلوقتي مش هرتفع باي حاجة نفس غرزة المنزلقة اللي انا لسه عاملها هدخل في تاني غرز عليها الدور الغرزة دي الغرزة دي هي تاني او سوري اول غرز عليها الدور والغرزة دي قبل التمانية غرز يعني شايفين هنا هنا التمانية غرز اللي فوق التمانية آآ عمود بلفتين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دي الغرزة اللي قبلهم على طول اخر واحدة في الخمسة اللي في النص بعد ما دخلت فيها على طول بمنزلقة هبتدي ارتفع بثلاث سلاثل وهبتدي اعمل اول غرزة بيكو هدخل في اخر واحدة فيهم اللي هي اصري اول سلسلة فيهم واقفل بمنزلقة وبعدين هدخل في اول واحدة من التمانية واعمل منزلقة ثاني واحدة في التمانية واعمل منزلقة بعدين ارتفع بثلاث غرز وهعمل بيكو هدخل في اول واحدة من التلاتة واقفل بمنزلقة وبعدين هدخل في الغرزة رقم دي تلاتة عملت منزلقة واربعة عملت منزلقة وبعدين هبتدي اعمل ثلاثة غرز سلسلة وادخل في اول غرز واقفل البيكو هدخل في الغرزة رقم خمسة بمنزلقة بمنزلقة ستة بمنزلقة وبعد رقم ستة هرتفع بثلاثة سلاسل واعمل بكو هدخل في رقم سبعة بمنزلقة في تمانية بمنزلقة بمنزلقة وقبل ما ادخل في اول واحدة من الخمسة اللي هنا هعمل ثلاثة غرز سلسلة واقفل بكو وبعدين هدخل الخمس غرز حشوه اللي هنا اللي في النص اعمل فوقهم سري لان عملت حشو لا غلط هعمل فوقهم خمسة برضو منزلقة ادي كده واحد ادي كده اتنين ادي كده تلاتة ادي كده اربعة ادي كده خمسة عملت خمس غرز منزلقة هرجع بقى تاني للتمانية غرز حشو اللي هنا هعمل فيهم خمس خمسة بكو وبردو تمانية منزلقة انا لسه مخلصة الخمسة اللي هنا هرتفع بتلات سلاسل وقبل ما ادخل على التمانية اكون عاملة اول بكو وادخل في اول واحدة بمنزلقة وتاني واحدة بمنزلقة واعمل بكو فوق تاني واحدة هدخل في ثالث واحدة بمنزلقة ورابع واحدة بمنزلقة وفوق الرابع هعمل بكو بكو هدخل في خامس واحدة بمنزلقة سادس واحدة بمنزلقة وفوق سادس واحدة هعمل برضو بكو هدخل في سابع واحدة بمنزلقة في ثامن واحدة بمنزلقة وقبل ما ادخل على اول واحدة من الخامسة فوق كامل واحدة هعمل ايه هعمل بكو وبعدين الخامسة اللي في النص قبل ما نقل على التمانية اللي بعدهم ادخل وعمل خمسة منزلقة اتنين تاتة اربعة خمسة والشغل بالخدة شوية تقيل على اليد فهتلاقوني بحارب معا وانا بشتغل خلصوا بقى السطر فوق كل ثمانية في خمسة بكو هتلاقوا صارت السطر فرد معاكم وبقى شكل مظبوط جدا ده اخر سطر معانا في السجادة وهخلصوا ووريكم بقى السجادة وهي مفروشة ونشوف بقى السجادة مأسها قد ايه واخدت خيط قد ايه والكلام ده كل انا خلاص اهو خلصتا وفرشتها طبعا هي اول ما بتتفرد على الارض ما بتبقاش فلات كده وما بتبقاش كلها مفروضة خالص بالشكل ده الاجزاء دي او الجزء الفريم كله بتحسن هو كأنه موارور وكأنه فيه غرص زيادة بس انتو هتقدوا وقت هتمشوا برجلك كويس جدا على كل الفريم فهيرجع الغرص تاني لها تتفرد والفريم هتلاقو خلاص بقى يعني لازق في الارض بالشكل ده السجادة حجمها كبير هي طولها من هنا الهنا عامل حوالي 175 سنتي يعني 4 مترين ويعرضها كده عامل حوالي 114 سنتي او 115 سنتي السجادة واخدها حوالي 5 كيلو مش حوالي 5 كيلو هي واخدها 5 كيلو بالضبط من خيط المكرمية السميك فطبعا اللي عنده غسالة كبيرة شوية من تقريبا حوالي 8 كيلو فما فوق هو اللي ممكن يعمل السجادة بالوزن ده لكن لو انتو غسال الكو اقل من كده فبلاش تخسلوها في الغسالة تخسلوها في البنيو زي البطسين دي كل التفاصيل بتاعة السجادة بتمنى يكون الفيديو واضح والشرح بتاعي عجبكم وبتمنى انه انتو تنفذوها وتقولولي رأيكم في السجادة اشوفكم في فيديوهات تانية مع السلامة اشتركوا في القناة